انا كريمة شعور ولا احب البخيل اللي يحسب الحياة الفانية دائمة اختار الطريق اللي اجد فيها الانسانية والنقاء اخترت اني معكم في الضل اظهر للساحة الشعرية اكبر تحدي واجهت اني اشوف دمعة والدي على باب البيت واجي هنا على شاعر المليون عشان احقق طموحاتي انا بشاعر المقبلة التميمي بتذكروا تدرون وش اثمن من عقود الذهب في عين حوا الي اجفلت بين الظروف وعندها رجل وليده يكبر قدر لا من تصاغر وانثق الحملة تقوى ما تشتكي غداه في فيت جناحين اهل هيدة ذاك الامان ذاك الامان اللي نعيشه عند ملة قال سوى يشبه وقوفي للكبار وفي يدي اجزا القصيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بالمسرات نص القصيدة جراهيد ونهي تسباع وعتام وطريق شراك تشابه علمه غيبة حدت غدروق من قلبي وصارت قفرة شفاهي مصب الوادي الرمة ركضت ألين صدري صار غربال وهواهد راك زبنته في مراقيبة نبيل قدملك عرش الوداد وقنن شباهي وصف الهامي وأمه تجل دا صبري العودة العتيق وعوزي الفتاك وجهم تفرش محاريبة تحت سدرة صلاة الفجر نوخ عذري الواهي وخذت شماغها شمه أرايك 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 متكي فيها ملاك من جذور الراك أخذ طهرة واخذ طيبة تحت هالة سكينة أهمدت واهج تشراهي سأل لبيه يا يمه جثيت وقلت يا ملجى الأمان بها الدروب نخاك جفى قلبي زواريبة وراي الصبح وفروق الحمام ودلتك جاهي تزعفر بنها دم يا بوي يا بوي أدخل على الله من وهانك لا تشوف انهاك زماني زاد تثريبة طوال الوقت ما فصل ربيعي ثوبة هزاهي صدى وقدامي بجمة سواليفك قراحن كنها زمزم بعد لمساك دوى روحي مشاريبة وبسماتك نعيم سر مدي غير متناهي تزم القلب وتضم خيوط الشيب بإحجاجك تحيك حرام لنساك وقارم في ذراهيبة وبسماتك وتجا عيدك وتجا عيدك على ما تقتباس الشاعر الراهي وصف تاريخ هالأمة عصاتك ناي معزوفة سلام إيقاعها ممشاك أنا وشيحة مطاريبة ومسباحك رجاي بجوف نون العالم اللهي قداين عزة اليمة تغطرس وانتهض وطغى وخذ بارودك وشلفاك أنا دامك معي ذيبة تمركى بلحشة ما غير زولك آمر الناهي مدي حلي حنو ذم كبير أحلامي وشفي وغاياتي بشسعح ذاك أبد لا يلحق كريبة أجل وش عاد يا وجد انتو ولج طرفك الساهي يعلي عنك من همة أيا عبدالعزيز المقبل أيا عبدالعزيز المقبل أيا عبدالعزيز المقبل اسمعني عسا يفداك أتله من تلبيبة قصيدي لين يوقف بك على الأشهاد أيا عبدالعزيز المقبل لعلّه لعلّه يبري الذمّة ولا مرّة خسرت رهان حطيتها على محيّاك تجمّل شيبة تنشيبة إلي أنا ديتي لك دلّة يجاوّب لي تنداهي عرب وشعوب ملتمّة يا شيخي يا شيخي عزي البنت أبوها مثلك وشرواك كبر طيبة عذاريبة وتركها وتركها ما لقيت فيها الحياة الظفرة هم ظاهي ويجاوّبها هلأ يمّة سلامتكم كل فتاة بي أبيها معجبة يا بشاير كيف إذا كانت شاعرة تجيد تحويل اللغة العادية إلى لغة غير عادية تماماً مثل لغة هذه القصيدة يا عبدالعزيز المقبل اسمعني عسا يفداك تلّة من تلابيبه قصيدي ليني وقفك على على الأشهاد متباهي لعلّه يبري الذمّة أولاً يحق الوالدك الله يطوّل بعمره أني في خربك كشاعره حاضره اليوم بهذا القوّة يلا يرفع قدرك في مسرح شاطية الراحة ثانياً هذا البيت اللي أنا ذكرته يوضّح إلى أي مدى يمكن للشاعر أن يملك زمام اللغة والخيال في الوقت نفسه جميل يا بشايرة أني وجدتك وأنتي تنسجين أبيات هذه القصيدة أنك كنت تمسكين بريشة ريشة فنان في نفس الوقت وأنتي تصفين المشاهد وفي نفس الوقت مع هذه الريشة كنت تخطين خطاته بخط جميل هذا الخط الجميل في الحقيقة كان صور يتحول إلى صور شعرية مميزة فيها بلاغة فيها عمق تميز إدهاش مثلاً يوم تقولين على دقة الوصف خيوط الشيب بإحجاجك تحيك حرام للنساك حرام للنساك وقارن في ذراهيبة وتجاعدك على ما تقتباس لشاعر راهي وصف تاريخ هالأمة حتى الوزن اللي كتبتي عليه أيضاً كتبتي بتمكن على طول كل شطر والتفعيلات والتراكيب اللي موجودة فيه تنوى التفعيلات المركبة كتبتيه بدون حشو باقتدار كنتي من يقود الصورة من يقود المعنى من يقود اللغة للعكس بعض الشعراء القافية هي اللي تقوده الوزن هو اللي يقوده إنه يضطر إنه يستخدم كلم معين وهذا موجدت أيضاً في القصيدة لكني نترك التصوير على الطرف ولأذهب إلى فكرة القصيدة القائمة على تصوير مكانة الأب والافتخار به وعلى قدر خفض جناح الذلة اللي ربنا أمرنا به في القرآن الكريم جناح الذلة من الرحمة لأن النص مليء بالشموخ الشموخ البنت اللي تفتخر ببوها ومهتمة ومأثرة فيها كافة تفاصيل وأدق هذه التفاصيل تفاصيل حياته تفاصيله الشخصية المشاعر تجاهها النص مليء بالألوان والروائح والأصوات فجاء متوهج بمعنى الكلمة يحق الوالدك أسرتك أنهم يفتخرون يا بشاير شكراً على هذه القصيدة الله يرفاقت الكثير بشاير 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 المقبل يحق لعبد العزيز الله يشافيه ويحفظه يطول عمره أن يفتخر في بنته البطلة وإخوانك وكل حمولتك اللي أنت منهم حضورت حضور للأمانة شموخ واعتزاز ومشايرة تبشرين بأن الشعر النسائي بهذا النقاء وبهذه الجزالة كثير من الإعلاميين والصحافة تسألون وين الشعر النسائي لكن نقول لنا شعر المليون فعلاً بشاير 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 حضور اليوم مميز ومتفرد في الجمال من اختيارك لها الطرق هذا طبعاً الطرق الطويل قلة من الشعراء اللي يكتبون عليه لعدة أسباب قد يكون على حساب الشعر كل ما كان الطرق طويل قد يكون فيه تهلهل وتجد فيه مفردات حشو في شطر البيت حتى تسكر الجمل الموسيقية لأن بشاير متمكنة وعندك مخزون ثقافي مخزون مفردات ولغوي كذلك من الغدروق وإلى ثلابيب وإلى كثير من المفردات والقراحلمة المفردات الأصيلة اللي يعتقد من بيئة بشاير استمدتها طبعاً مثل ما قال أبو علي أخوي سلطان عن موضوع النص والبنت ومشاعرها تجاه والدها بيكون طبعاً في هذا الإحساس وهذا الشعور الجميل من الشماغ اللي خدتي وتشمينه وأنا عايش إحساسك واعتزازك وافتخارك فيه إلى أن صورتي خيوط الشيب بإحجاجك تحيك حرام للنساك وقار ومفيدة رهيبة وعصاتك نايم معزوفة سلام يقاع حمام شاك إلى آخره طبعاً هذا الطرق ليس من الصعوبة على أي شاعر أن يكتب مثل هذه الطوارق الطويلة لعل الحدى واضحة هنا وتفعيلاته زدت عليه كذلك تفعيلات مضاعفة فطبعاً مثل ما قلت هناك طواريق ما تناسب بشاير المسرح خصوصاً بعض الشعراء يحتاجين نفس حتى يلقي بتمكن مثل هذه الطوارق الطويلة لأنك اليوم كان هدوءك المناسب لموضوع هذا النص أيضاً كان يحسب بشاير هنا الشاعره المتكاملة شعراً وتفردن فيه حتى في الجولة نتذكر جيتين بطاروق مختلف أيضاً متمي هذا دليل على جزالة الشعر أنا حييت على هذا الحضور وهذا النص الفخم بمكانة الوالد وبما في هذا النص من جزاله كل التوفيق لك يا بشاير الله يرفع قدرك سلاماً يحق لها البريدة المذنب المذنب والنعم المذنب فيها المجماج وكلهم وشعراء وبيئة شعر وأدب فكل القصيم يحق لها أن يفتخر في بنتهم الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك بشاير حضورك اليوم جميل ومتفرد لأمانه هذا التوفيق إن شاء الله الله يسير أفضل أفضل بشاير ما عرف أنا أمام هذه القصيدة كأني أمام بستان جميل من الرياحين ومن الأزهار من الجمال الأخضر من الأشجار من الغناء الأطيار يعني هذه القصيدة يمكن أن يكتب عليها قصيدة أخرى في مدحها وفي إطراء ما جاء فيها من جمال فلا أستطيع أن أحيط به ولكن أنا أريد أن أخصص الكلام في بعض الأشياء حتى أستطيع الإحاطة بها الموضوع الأول أنه الوزن الذي بنت عليه الشاعر الذي هو وزن الشباني لكنه بست تفعيلات في كل شطر وقسمت الأربعة الأول بقافية وجعلت الأثنين التفعيلتين الأخرين في قافية ثانية هذا الأسلوب من الشعر يعني مشى عليه بعض الشعراء من بيئتكم اللي هو عبد الله بن دويرج مثلاً له قصيدة بتقول ألا يا راكب اللي بالوصايف كأنها البابور إلى فرت لواليبة إلى فرت لواليبة وصاحوا له هالي الزمور يجي له بالوطى جظة هذا نفس الوزن على نفس التقسيمة وفي مناطق أخرى من منطقة الشعر النبطي يسمونها بالسامري الردادي فهذا الوزن فعلاً مطرب لأنه أصلاً هو مبني من أجل الغناء وما أجل الموسيقى وقد أحسنت الشاعر صنعاً ويبدو طبعاً معالم هذا الوزن في القافية الداخلية اللي هي قافية الكاف وطريق الشراك ومثلاً لما قالوا هواه الدراك وعودية الفتاك هذه القافية في الشطر الأول اللي هي داخلية وبعدين قفره أشفاهي وبعدين وأشياهي وأشلواهي وتشراهي هذه القافية الداخلية طبعاً هي بإيقاعها زادت الموسيقى في هذه القصيدة جمالاً ولكن أنا أزعم أن الكتاب على هذا الوزن المضاعف في قوافيه يحتاج إلى قدرة شعرية والحمد لله إنها الشاعرة أتقنتها بكل جمال وثراء لغوي أيضاً أنا أريد أن أقول برضاً أريد أن نوه للثراء اللغوي نعم هو أصلاً لو لم يكن لديها الثراء أستطاعت أن تقيم هذا الوزن بما فيه من قوافيه مضاعفة الشيء الثالث إنه الشعر يعني الإخوان يعني ما قصروا في ذكر مناطق الجمال في هذه القصيدة من حيث التشابيه مثلاً مسباحك الرجاي بجوف نوني العالم اللهي بالفعل جو خيالي من الشعر الشاعرة بدت القصيدة بأسلوب الجملة الفعلية لأنها كانت في حركة ركضت مثلاً لما قالت جهمت إلى آخره وبعدين انتقلت لها الجملة الإسمية لما صارت تبصف في أشياء الوالد حفظها الله سواليفك وبسماتك وتجاعدك كل هذه بدت فيها أبيات أخرى من أجل التمكن بالوصف أعجبني جداً إنه لما قالت يا عبد العزيز المقبل قبل كانت تخاطب أبوها الأب فهي تخاطب من انتماءها إليه لكن لما قالت يا عبد العزيز المقبل لم تخاطبه بهذا الأسلوب وهذا في رأيي يدل على أنها تريد أن تقصد أنه ليس لأن هذا الشخص أبي هو يحمل هذه الصفات الجميلة وإنما هو حتى لو ذكرناه بالإسم كشخص بالشخص سوف نجد عنده هذه الصفات الجميلة التي استحق هذه الإشادة طبعاً هنا في عندنا في هذه القصيدة كثير من لمسات الإنسانية النسائية في جوها العام على الإطلاق وفي خفض الجناح الموجود عند الشاعرة الذي نراه في كل سطر من هذه السطور الجميلة أمامنا أنا أشكر بشاير على هذه القصيدة الثرية للغاية والمدهشة في معناها وفي مبنائها شكراً يا دكتور استاهل بشاير بنزار الملاحظة بس ما تشوف أن القافية الداخلية قسمت الشطر الأول إلى جزئين طبيعة الله وهذا هو الزيادة الموسيقى لكن لو تشوف الإنسيابية في الشطر الثاني بدون هذه الصنعة كانت أجمل موجود هذا يعني ليس من ابتكار موجود الخوافي الداخلية موجودة لا حتى التقسيم الذي سوته في الشطر الأول أو إبو نزار؟ في الشطر الأول والشطر الثاني التقسيم موجود على الشطر الثاني على الأول على الكاف بنفس هذا الشكل موجود أيضاً الإنسيابية في العجز لدي أكثر من في الصدر لكن هنا موجود هذا لدي وقفة واضحة عند الكاف ووقفة هي أصلاً تقصد هذا الوقفة يعني هنا الشاعرة تريد أن تضاعف الموسيقى وتضاعف القوافي وهذا الشيء كله تعب على الشاعرة ولكن الشاعر المتمكن يستطيع أن يتكن هذا الشيء كما فعلت بشاير شكراً يا بشاير شكراً لجنة التحكيم وتستاهلينها الإشادة من لجنة التحكيم وفالج التوفيق يا بشاير شكراً لك